العادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبصم والحوار بلا جدال فيه الطاوى الصدى في الأمور والاعتدال وعدنا للمساجد يا رفاق وكان الشوق حقا لا يطاقه ومسجد حينا يهفو إلينا وترقض نحوه قدم وساق فيرباه تممه رجوعا فلا حظر جديد أو فراقه الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره وعلم مورد كل مخلوق ومصدره وأثبت في أم الكتاب ما أراده وسطره فلا مؤخر لما قدمه ولا مقدم لما أخره والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أوضح به الله سبيل الهداية ونوره أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام طيب الله أوقاتكم وكلاءكم بنعيمه وهدأ بالكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء إيماني يتجدد مع هذه الحلقة المباركة من برنامج هذا ديننا مما لا شك فيه أننا إذا تأملنا وتفحصنا لوجدنا كثيرا من الأحداث والحوادث التي وقعت على مصرح المجتمع وأثرت في سير التاريخ تكمن بواعثها الحقيقية في مؤثرات بيتية ولذلك من باب الحفاظ على بيوت المسلمين ينبغي أن يعرف كل فرد من أفراد الأسرة ما له وما عليه حتى لا تتصدع الأسر وتنهار البيوت بيت على صخرة الأقدار ينهار كم في البيوت حكايات وأسرار إن البيوت لساحات معبأة بالخير والشر فانظر كيف تختار لماذا زادت نسبة الطلاق في مجتمعنا لماذا انهارت وتصدعت كثير من البيوت وتشتتت كثير من الأسر وتشرد كثير من الأطفال يرجع ذلك إلى عدم إحساس الزوج أو الزوجة بالمسؤولية والأمانة التي حملت على عاتقه اعلم أيها الشاب المخبر على الزواج أن الرجولة هي أن تكون أمينا على زوجتك التي ائتمنك عليها أهلها هذه هي القوامة الحقيقية كنا نتحدث عن حقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوجة على زوجها فإذا بدأنا بحقوق الزوج على زوجته فأول حق كما ذكرنا في حلقة فائتة هو الطاعة وذكرنا أن الطاعة مقيدة بالمعروف والاستطاعة الحق الثاني حفظ الغيب أي أن الزوجة ينبغي عليها أن تحفظ ما في بيت زوجها ما يخص زوجها أمانة عندها حتى يرجع ولذلك يقول الحق سبحانه فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزوجة الصالحة قال إذا نظرت إليها سرتك وإن أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك هكذا يكون حفظ الغيب أما الحق الثالث من حقوق الزوج على زوجته فهو ألا تخرج من بيته إلا بإذنه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها لعنها الله ولعنتها الملائكة حتى ترجع ولعلكم تلمسون معي أن كثيرا من أيمان الطلاق تقع بسبب هذه النقطة قد يحلف الزوج على زوجته بأنها طالق إذا خرجت فتخرج وبذلك تتصدع الأسرة ويقع يمين الطلاق وينهار البيت من حقوق الزوج على زوجته ألا تخرج إلا بإذنه كذلك من حقوق الزوج على زوجته ألا تصوم يوما نفلا يعني تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه أما في الفريضة فلا إذن لأحد في الصيام كذلك من حقوق الزوج على زوجته ألا تتصدق من ماله بشيء إلا بإذنه وهذا من باب حفظ الغيب والأمانة مع أموال الزوج من حقوق الزوج على زوجته مراعة شعوره وكرامته فلا يرى الزوج من زوجته إلا ما يرضي ولا يسمع منها إلا ما يفرح ولا يستشعر منها إلا ما يريح قلبه لأن الرجل في حقيقة الأمر إذا لم يجد في بيته الزوجة الأنيقة النظيفة ذات البسمة الحلوة والحديث العذب واليد الحانية فقد يضطر آسفا إلى البحث عن ذلك خارج البيت وهذا يؤثر على استخرار الأسرة هذه طائفة من الأمور التي ينبغي أن نعلم جيدا أن الزوجة تحتفظ بهذه الحقوق لزوجها تعالوا لننتقل إلى حقوق الزوجة على زوجها وأول حق من حقوق الزوجة على زوجها هو القوامة الرجال قوامون على النساء ما معنى القوامة القوامة هي الحفاظ من الزوج على زوجته حماية الزوج لزوجته والوقوف الحازم من الزوج إزاء الزوجة أمام كل حراف أو نشوز وبذل النصح والتذكير والتوجيه للخير دائما هذه هي القوامة وليس معنى القوامة كما يفهم البعض أن الرجل هو صاحب اليد العليا وصاحب السطوة وصاحب الجبروت ليس هذا المقصود وإنما القوامة أن تحافظ على زوجتك من حقوق الزوجة على زوجها توفيت الزوجة صداقها أي مهرها كاملا لقول الحق سبحانه وآت النساء صدقاتهن نحلة ولذلك نسلط الأضواء الكاشفة على أن الصداق دين في رقبة الزوج تجاه زوجته لا بد أن يوفيها إياه حال حياته وحال استمرار الحياة الزوجية لأن بعض الناس يعتقدون أن الصداق لا يعطى للمرة إلا في حالة الطلاق وهذا خطأ هو دين في رقبتك عليك أن تعطيه لزوجتك أو تستسمحها يعني تطلب منها أن تسامحك فيه وإلا صار دينا معلقا في رقبتك وإذا مت وجب إخراجه من مالك قبل توزيع التركة وإعطائه للزوجة قبل توزيع التركة من حقوق الزوجة على زوجها حسن الإنفاق عليها وتوفير المأكل والمشرب والملبس الغذاء والدواء والكساء وما شابه ذلك وما تحتاج إليه المرأة هي وأولادها من احتياجات أساسية يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف والإنسان الذي يوسع الله عليه عليه أن يوسع على أهل بيته لقول الحق سبحانه لينفق ذو سعة من سعته ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من وسع الله عليه ثم قطر يعني ضيق على أهله وعياله هكذا ينبغي أن يعلم كل زوج لا تكن بخيلا مع أهل بيتك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي من حقوق الزوجة على زوجها الإغضاء عن بعض نقائصها وعيوبها فلا يقف عند كل صغيرة وكبيرة تقع من الزوجة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مسلم مسلمة وفي رواية لا يفرق مؤمن مؤمنة ويفرق يعني يقرأ أو يبغط لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر كل إنسان أو كل إنسانة فيها مميزات وفيها عيوب عليك أن تستشعر المميزات وأن تتغافل العيوب التي يجوز التغاضي عنها ولذلك فإن امرأة أعرابية كانت تصف زوجها أمام السيدة عائشة رضي الله عنها بثلاث صفات من صفات كمال الرجولة فقالت زوجي إذا خرج أسد وإذا دخل فهد ولا يسأل عما عهد زوجي إذا خرج أسد يعني إذا خرج من البيت كانت له شخصية قوية تتصف بالشجاعة والإقدام بين الرجال كأنه الأسد وإذا دخل فهد يعني إذا دخل البيت صار كالفهد والفهد حيوان كبير ورغم قوته وفحولته إلا أنه يتصف بالتغاضي عما يغضبه وبالتغافل عما قد لا يرضيه ولذلك قال بعض الحكماء تسعة أعشار السلامة في التغافل فلا تسأل عن كل صغيرة وكبيرة في البيت لقد كنت واضعا في هذا المكان كذا أين ذهب ولماذا نقل لقد كانت هذا الجوال من الأرز مليئا أين ذهب ولا تسأل عن كل صغيرة وكبيرة ولا يسأل عما عهد نكمل بعد هذا الاتصال من الأخت أمي يوسف السلام عليكم عليكم السلام عليكم أهلا بك أمي يوسف اتفضلي أنا لو سمحت أنا جنسي بخير شوي وأنا بأطرق أخذ من الوراف نيس أجيب ده وأجيب حاجة فهل دي حرام حاضر حاجة أوبك اتفضلي يا فادي حاجة تاني يا أمي يوسف طيب في رؤية منه يتفضلي اتفضلي اتفضلي أنا حلمت خير لما جاده خير أنا نزل أرض فيها في أرض ريز بس الأرض دي منزلت نزلت حقية ورجلها مزعطتش تي نقيت منها سمك ومشوت فيه كبير وفيه صغير فخدته وقلت لحتيات الجزمة بتاعتي والمصة ومشيت روحت عند عميتي واخت جوزي سمها ساعدين حطيت عندها السمك ده حطوته في كيس وقلت لها نهرجع أجيب حاجات حاجيب سمك تاني رجعت لقيت فيه بط في الأرض برضو خدت ست بطات خدتهم ونظفتهم وده بعدهم ونظفتهم وقلت لها أنا أخدهم بس السمك فقلت البنت هاتي الكيسة الكيسة فيها وانا مخدر برضي الجزمة والتليفون التليفون وقع في المية فانا فتحته كده وقلت له حاجة ومساحته في يدوني كده وقلت له أنا هخطه في الرنز عشان الرنز بشيل الرنز الرؤية اللي انت شفتها دي كانت بالنهار ولا بالليلة موسف لا أبعد الفجر طيب شكرا حاضر حاجة تاني تفضلي شكرا ناخد اتصال من الأخ محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أستاذ محمد تفضل الله يخليك فضلت الشيخ أنا عندي استبصر تحت أمرك احنا منلاحظ بأنه يعني فترة أنه اللي بتجوز من وحدة غير عربية سواء من شفقة آسيا أو أوروبا يعني بعدين دخلت في الدين وأسلمت منلاحظ أنه بيريش معها حياة نوعا ما جميلة وخانئة أو في تفاهم بينما اللي بياخد وحدة يعني عربية ومن يعني عربية ومن بيت مسلم بيعاني معاها وبيبقى فيه شيقاف وخلال إيه المشكلة؟ ليه إحنا البنات يعني اللي بيه المنطقة العربية اللي هما موالدين ببيوت إسلامية بتلاقي فيه مشاكل واللي من برة دولت اللي بيبقوا لسه حدثة عهد بإسلام وبيبقوا فيه نوع من الصفاء والتفاهم أنا بس نفسها فمليه إيه المشكلة؟ ليه يعني مش إحنا أولى بالتفاهم ده لأنه دينا يحف على التفاهم والتفاهم دي العجم أفضل مننا في الموضوعات أنا لحظت كده أنا لحظت أشكرك يا سيد محمد وحنتناقش في هذه القضية إن شاء الله تفضل شكرا الأختي مريم السلام عليكم السلام عليكم طيب يبدو الاتصال انقطع حولي تاني أستاذ مريم إحنا كنا بنتكلم عن حقوق الزوجة على زوجها وقلنا من حقوق الزوجة على زوجها الإغضاء عن بعض نخائصها وعيوبها وقلنا كمان من حقوق الزوجة على زوجها حسن معاشرتها ومداعبتها بالمعروف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا كل لهو باطل إلا مداعبة الرجل زوجته فهذا لهو الحق فمن حق الزوجة على زوجها أن يداعبها وأن يلاطفها وأن يدللها وأن يعشرها بالمعروف كذلك من حقوق الزوجة على زوجها عدم إفشاء سرها ونشر حديثها بين الناس ومن حقوق الزوجة على زوجها وقايتها من النار وذلك بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر كما قال الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة من حقوق الزوجة على زوجها أن يغار عليها فيأمرها بالحجاب والاحتشام وعدم مخالطة الرجال وعدم إبداء زينتها أمام غير محارمها أو ما شابها ذلك من حقوق الزوجة على زوجها أن يتزين لها كما تتزين له فلا يدخل عليها بمشهد قبيح أو بثياب رثة أو ما شابها ذلك فهي إنسانة لها مشاعر ينبغي أن تحترم من حقوق الزوجة على زوجها مساعدتها في شؤون البيت إذا أمكنه ذلك فقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل بيته فإنه يكون في مهنة أهله يعني في خدمة أهله فيقم البيت يعني ينظف البيت ويرتق ثوبه ويخصف نعله وهذا هو سيد الرجال وسيد الأمة وسيد الأولين والآخرين تعالوا نقف عند سؤال الأخت الكريمة التي تسأل عن بخل زوجها هي بتقول إن جزها بخيل وما بيدلهاش ما يكفيها هي وأسرتها أو هي وأولدها طبعا معنا حديث هند من تعدبة عندما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح يعني بخيل لا يعطيني أنا وولدي ما يكفيني فهل يجوز أن أخذ من ماله دون علمه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم نسمع بقى التصريح من سيدنا النبي خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف يعني من حقك أن أنت تخدي من المال بتاع جوزك ما يكفي نفقتك أنت وأولادك بالمعروف يعني ما تخديش عشان تتدخلي أو عشان تحوشي أو علشان حاجات من الكماليات لا الاحتياجات الأساسية خديها بالمعروف وده طبعا بيتوقف على أن الزوج يكون ميصور وعنده أصلا مال لكنه بيبخل لكن إذا كان الزوج في ضائقة مالية فينبغي على الزوجة أن تصبر حتى يفرج الله هذا الضيق هنأخذ اتصال من الأخ نادي السلام عليكم عليكم ورشاكل الله وبركاته أهلا وسهلا أستاذ نادي تفضل أولا تفضل أستاذ نادي أهلا بيك بالنسبة للرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنبس المسلا الجنبية والبنطنون رسول الله في كل ما تحت الكعبين في المعروف الإسبال يعني حاضر يا أستاذ نادي بالنسبة للرحب بإمثلا خالة الجنبية مثلا طولة مثلا أو البنطنون تحت الكعبين بالحالة في زامب أو إلا في الزامب حاضر هردك على حضرتك وجاوبك إن شاء الله شكرا جزيلا ناخد اتصال من أم أحمد السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بيك أم أحمد سفضلي ممكن يا شيخ رقم حضرتك في الكنترول إن شاء الله ممكن تسيب رقمك في الكنترول إن شاء الله ويدهولك بإذن الله بعد الحلقة إن شاء الله طيب بالنسبة للأخت الكريمة اللي كانت بتسأل عن الرؤية طبعا الرؤية إذا كانت صادقة ففيها دلالات معينة الإنسان لما يرى نفسه حافي القدمين معناه إن عليه ديون أو حقوق للآخرين وأما بالنسبة للأرض إذا كانت الأرض خضراء فدي تدل على خير ورزق قادم بإذن الله وتدل على صلاح وتقوى لأن لما واحد راح لسيدنا أبو بكر الصديق وقال له كنت رأيت في منامي أنني كنت أقف في أرض خضراء يا نعة ثم خرجت منها إلى أرض مغفرة مجدبة فقال له إن صدقت رؤياك فسوف تموت على الكفر لأنك خرجت من الأرض الخضراء إلى الأرض المغفرة المجدبة فرؤيتك للأرض الخضراء تدل على الإيمان وعلى الصلاح والتقوى أما بالنسبة للحوم الأسماك أو لحوم الدواجن والبط وما شابه ذلك فهذه تدل على الرزق والخير إن شاء الله لكن النقطة اللي عندك في الرؤية هي إن القدمين كانوا حفيتين وده إشارة لأن أنت تدوري إذا كان في حقوق للآخرين عندك أو ديون تسديها إن شاء الله بالنسبة للأخ الكريم اللي كان بيسأل عن الزواج من امرأة غير عربية بيكون ناجح أكتر من الزواج من امرأة عربية مسلمة من الأساس هو الأصل في القضية إن إحنا لما جينا نبحث عن الزوجة ما بحثناش عن ذات الدين ممكن يكون ده السبب الرئيسي لأن فيه حكمة وبقول حكمة ومش حديث بتقول إياكم وخضراء الدمن إيه خضراء الدمن دي؟ المرأة الجميلة في المنبت السوق يعني الإنسان يبحث عن امرأة جميلة الشكل جميلة الجسم جميلة المنظر جميلة الهيئة ولكن منبتها منبت سيء يعني تربت تربية غير طيبة والعياذ بالله ولذلك الحكماء كانوا بيشبهوها بخضراء الدمن لأن دي ظهر جميلة لكنها تنبت في المستنقعات والعياذ بالله والبرك يعني ظهر جميلة الشكل جدا لكنها رغم جمالها إلا أنها لا تنبت إلا في المستنقعات والبرك فقالوا إياكم وخضراء الدمن يعني إشارة إلى المرأة الجميلة في المنبت السوق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يدنا أو وضع قدمنا على الطريق الصحيح فقال تنكح المرأة لأربع لجمالها ولمالها وليحسبها وليدينها إصفر بذات الدين تربت يدك إصفر يعني فز بالزوجة الصالحة ذات الدين ذات الصلاح والطقوى والتدين لأنك إن لم تصفر بها تربت يدك يعني التصقت يدك بالتراب كناية عن الخسران المبين والعياذ بالله لأن الإنسان عبارة عن حفنة تراب ونفخة الروح الجسم هو حفنة التراب والدين هو نفخة الروح فإذا ذهبت دين ذهبت نفخة الروح وبقيت معك حفنة التراب وهذا تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضفر بذات الدين تربت يدك إذن الزيجة التي تقوم على شرط الجمال فحسب غالبا ما تفسد ولعلكم طلعتم ما نشرته بعض الصحف منذ فترة من خبر يقول انتحر الرئيس قسم الوكالات الملاحية بشركة الحديد وصل بفرع الإسكندرية ولما بحثوا في الأمر وجدوا أنه اختلس من مال الدولة مئتي ألف جنيه فلما جاء رجال الأمن لإلقاء القبض عليه ألقى بنفسه من فوق السطح فمات لكن لماذا انتحر مع أن مرتبه يكفيه ويكفي عشرين غيره معه لما بحثوا وجدوا أنه تزوج من راقصة لجمالها فقط فاستنزفت ماله ودفعته إلى الطرق غير الشرعية في الكسب والعياذ بالله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي زمان على أمتي يكون هلاك الرجل فيه على يد زوجته وأولاده يعيرونه بالفقر ويحملونه ما لا يطيق فيذهب المذاهب التي يذهب فيها دينه فيهلك فلا تبحث عن الزوجة الجميلة فقط ولكن ضع الدين في المقام الأول طيب هو الأخ الكريم بيقول أنا ممكن أتزوج من واحدة غير عربية في الأصل وتتدين بعد ذلك وتسلم وتعتنق الإسلام وتكون الحياة أفضل ده لأن إحنا اللي عندنا تفريط في تعاليم الدين لكن لو تمسكنا بنهج ديننا وتعاليم ديننا مش هيكون في أي معاناة لأن فيه حق مشترك بين الزوجين حق للزوجة على زوجته وحق للزوجة على زوجها الحق المشترك ده إقامة شرع الله في البيت يعني يجب على كل من الزوجين أن يشجع زوجه على طاعة الله وعلى إقامة شرع الله وعلى ذكر الله في البيت يعني لازم البيت يكون فيه ذكر يكون فيه صلاة يكون فيه طهارة يكون فيه تلاوة قرآن هو ده البيت المسلم يكون فيه حث على الصدقة حث على إطعام الطعام حث على التضرع إلى الله عز وجل ما ننشغلش بالأمور الدنيوية الزائفة فحسب وبعد كده ننصرف عن الأمور الأخروية إذا اقتربت المسافة أو إذا قصرت المسافة بين كل من الزوجين وربه قصرت المسافة بينهما يعني اقترب من بينهما ولذلك نلاقي على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الزوجة تقول لزوجها اتق الله فينا ولا تطعمنا من حرام لأن طبعا لا نقوى على نار جهنم ولا ياسوب الله وفيه موقف نذكره بعد ما ناخد التصال من أمه محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك يا محمد أهلا بحضرات الله لو سمحت أنا بس معي جزي على طول تلفظ لنا ألفاظ مش كويسة ويشتمني بشاتمة مش كويسة ومعي طفلة برضي لسه رح أقول أعدادي على طول يشتمها بألفاظ برضي وشاتمة وعصبي خالص ده حكم إيه زواد يعني هو جاعد وسامعك دلوقت حاضر هاكلمه هاقوله يا محمد حاضر إن شاء الله شكرا جزيلا تفضلي ناخد اتصال من أمهانة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أهلا بيك سكيا مهانة تفضلي أهلا بيك تفضلي يا ريت وقت التلفزيون بعد إذنك أنا كنت عايزة أحلمات تفضلي الحين الأول أنا شوفت إن أنا حد زيب لي فسان فرح وأنا عايزة ألبت وأنا نفسي ألبت بس محادرة ألبت كذير علي حتى مثلا في الزبا مم الحين الثاني زوجك موجود يا أمهانة أي موجود ماشي تفضلي الحين الثاني آآ بعديها تفضلي حيني كنت أنا كنت راحة تفتح في مكان وكان معايا واحدة مطلقة مطلقة وشوفت مطلقة أيضا وشوفتنا قاعدين نحن مطلقة حيني قاعدين في مكان كده وبنتبرج على عمارة بالدني وأحنا نفسنا يكون لنا يكون لنا أحنا البنية يكون لنا بيت فيها يعني إحنا ماخدناس بيت فيها يعني ماخدناس فجة فيها والحال مم ماشي شكرا تفضلي ماشي اتصال من أستاذ حسين السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم أهلا وسهلا أستاذ حسين أستاذ حسين عايز أسأل حضرتك على حلم زبط حلمته لعله خير إن شاء الله تفضل 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 اللي كان بيسأل على إسبال الإزار وبيقول الحديث من أسبل من الكعبين فهو في النار طبعا الظاهرة دي ممكن محدش يفهمها في الزمن بتاعنا لكن زمان في عصر فجر الإسلام وقبل الإسلام في الجاهلية كان فيه نوع من إن الخيالاء إطاء بإطالة الثياب يعني الإنسان أو كان الرجل يحاول إن هو يطول الثياب يخلي الجلبية بتاعته تجرجر وراه على الأرض كده وبحيث إن هو يبين إن هو رجل غني ومعاه فلوس كتير بيجيبه ماش كتير وإن الثوب بتاعه زائد عن مقاسه وده كان بيبقى الغرض منه الخيالاء والتكبر والتباهي والتعالي على الناس وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فلما سألوا واحد من الصحابة وقال له يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا وأن يكون شعره حسنا فهل هذا من الكبر؟ فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال إن الله جميل يحب الجمال ولكن الكبرى هو بطر الحق وغمط الناس طيب في حديث بيقول ثلاثة حديث صحيح ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب مين المسبل؟ المسبل اللي بيطيل ثيابه تحت الكعبين يعني تنزل على الأرض من باب أو بنية الخيالاء والتكبر والتباهي والتعالي على الناس طيب لو أنت الجلبية بتاعتك اللي أنت اشتريتها أصلا طويلة شوية ما فيش فيها ما فيش في نيتك أن أنت بتتكبر أو بتتعالى على الناس ربنا هيعملك بهذه المعاملة لا ينظر الله إليك ولا يزكيك ولا يكلمك يوم القيامة ولك عذاب أليم؟ لا الأصد بالحديث النية يعني إسبال الإزار بنية الخيالاء والأفضل أن احنا نحتاط لأنفسنا ونخلي الثياب مش طويل نازل تحت الكعب على الأرض علشان نهتدي بسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم المسبل الذي يطيل ثيابه إلى ما تحت الكعبين من باب الخيالاء والتكبر والتعالي والتباهي والمنان الذي يسعى بين الناس بالنميمة يوقع الوشاية والفتنة والعداوة بين الناس يعمل على إفساد ذات البينة المسبل والنمام هذا النمام وكذلك المنان الحديث فيه رواية النمام وفيه رواية المنان المنان الذي يتصدق ثم يتبع ما أنفقه منا وأذى يعني إذا أعطى صدقة لإنسان فقير فإنه يمن عليه يعايره بما أعطاه إياه وإذا قدم خدمة أو مساعدة لأي إنسان فإنه يعايره بها ويمن عليه بها فالمن والأذى مرفوض في الإسلام ومنبوز في الإسلام لذلك نجد أن الحق سبحانه يقول اللذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذن لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ناخد اتصال من الأخت نعمة الله السلام عليكم السلام عليكم خدمة الشيخ أهلا بك يا فاند تفضلي عليكم السلام أهلا بك تفضلي ربنا خليكم تبولك سيد الشيخ الوقت علينا بنصلي صلاة الظهر في المسجد تلك العمل ناشا حضرتك أنا بيقوموني للصلاة ساعات كده تفضلي أقومني للصلاة وكده بعدين أنا بصلي مع الزباه بصلي بتيجي علي أن أنا بأنس أروح من صليها فيه أسجد فيها سكدة التلاوة فأنا حضرتك بتقصلي سكدة السهو تقصلي سكدة السهو ولا سكدة التلاوة لأ سكدة التلاوة فاند وأنا بقونا وفي أثناء الصلاة مع صلاة صرية صلاة الظهر أيو أيوة يعني بيتيجي آية فيها سجدة أثناء قرأتك وأنا بأم الصلاة لو قمت سجدت للصلاة هلغبت الوراية حاضر فأنا حضرتك عديها يتيجي معي صعافة بعد حديثة أنا ممكن ما قلشي الآية دي فأنتي حضرتك وبقولها فأثناء صلاة الظهر ووراية طبعا زميلاتي فأنا ما بقاش عارفة أنزل أسكت ولو نزلت سجدت ألغبت الزميلاتي فأنا مش عارفة عامل إيه حاضر لو جتل لو قمت وعدتها عليها حرمانية وعليها دم لا لا حجاوبك إن شاء الله حاضر الأستاذ نادية السلام عليكم أيها السلام عليكم أهلا بيك يا فندم تفضلي يا كي شيخ يا أهلا وسهلا لو سمحت بس عندي شؤالين بس تحت أمرك تفضلي بالنسبة للإنسان اللي ما بيكونش مواجه في الصلاة لفترة وبعدين ابتدى يصلي هل يصلي اللي عليه ده يعني يصلي فرد فردين أو ولا يعمل إيه لذب حاضر ولا اللي عد خلاص تمام طب السؤال التاني بقى حذتك آآ كان فيه واحدة يعني سايمة في رمضان بس كانت عدنة يعني سايمة كويس وبعدين تعبت جدا تحاولوا يتقوها أو يدوها أكل أو حاجة فما يزديكش فكملت اليوم بس أول ما جينا فطار وشربت يعني اقتربت صحتها ففيه ناتي قالولها إن هقلتش عن نتيجة غلص يعني ده غلص ربنا يا حجبت على الإنكت يعني جيتش على نفسك كده فهنا للسؤال صحي كده يعني هل هي تاخد جن ولا كده خلاص حجوبك حاضر ماشي يا أستاذ نادية شكرا فضل نعود للحديث ثلاثة لا ينظر الله لهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب يعني تلاقي تاجر في السوق يقعد يحلف بأيمان باطلة كاذبة يحلف ويقول والله هذه السلع علي بكذا والله دي تبقى خسرانة لو ما بعتهاش بالتمن ده أو ما بعتهاش بكذا وهو كاذب في الأصل المنفق سلعته بالحلف الكاذب لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولا يكلمه وله عذاب أليم والعياذ بالله طيب نعود بقى لسؤال الأخت أم محمد عن الزوج اللي بيشتم أولاده وبيشتم زوجته طبعا احنا عارفين كويس ونتمنى أن يكون أخونا الكريم بيسمعنا الآن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس المسلم بشتام ولا لعان ولا فاحش ولا بزيء وإن الله يبغض يعني يكره الفاحش البزيء معنى أن ربنا يكره إنسان إن الإنسان ده خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله ولذلك احنا بنحب ربنا ونتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يحبنا ويرضى علينا والحب ده ما يجيش إلا بالأخلاق الحميدة وخاصة مع أهل البيت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض كل جعذري جواز سخاب في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة إن الله يبغض يعني يكره كل جعذري جواز جعذري يعني فز غليز متغطرس متكبر جواز يعني جموع منوع يجمع المال ويمنع الصدقات صخاب في الأسواق عالي الصوت كثير الصياح والضغيج والسب والشتم في الآخرين جيفة بالليل حمار بالنهار يعني ينشغل طول نهاره بما يلهيه عن الصلاة حتى إذا ما جن عليه الليل فإنه يرتمي في فراشه دون ذكر لله فهو أشبه بالجيفة عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة يعني كل ما يهمه أن يزيد ماله في الدنيا يزيد رصيده المادي في الدنيا وليس له هم في أن يزيد رصيد الحسنات في ميزان أعماله يوم القيامة نقطة تانية عايز أقولها للأخ الكريم أن فيه نظرية اسمها نظرية التربية بالقدوة فأنت لما تشتم زوجتك قدام أولادك أنت بتعلمهم أنهم يتطولوا على أمهم لما تشتم أولادك بألفاظ بزيئة بيتلقنوا عنك أحط الألفاظ ولا عياذ بالله فبيبقى إثمك هنا مضاعف الإسم بتاعك أن أنت أصلا تلفظت بفحش القول وكل كلمة أنت تلفظت بها ستسأل عليها خمس أسئلة لما تدخل القبر فقد ورد في صحف إبراهيم أن العبد إذا أدخل قبره بعد موته فإنه سيحاسب على كل كلمة خارجة قالها بلا فائدة ويسأل عنها خمسة أسئلة فيقال له لماذا قلتها وهل نفعتك إذ قلتها وهل ضرتك إن لم تقلها وهل سكت فتسلم من عقابها وهل قلت بدلا منها لا إله إلا الله فتنال ثوابها النقطة التانية أنت بتغرس تربية غير طيبة في نفوس أولادك هناك نظرية اسمها نظرية التربية بالقدوة فكن قدوة صالحة لأولادك لأنهم يقلدونك في أقوالك وأفعالك وتصرفاتك وسلوكياتك مشى الطووس يوما باغتيال فقلد شكل مشيته بنوه فقال على ما تختالون قالوا سبقت به ونحن مقلدوه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه فليه تخلي ابنك أو بنتك سيء الخلق يتلفظ بألفاظ سمعها منك لأن أنت قدوته وتتحمل بزنب عظيم البيت الصالح البيت النقي البيت اللي بيبنى على أساس متين ينبغي ألا يسمع فيه الصغار إلا كل خير إلا ذكر الله إلا الدعاء إلا التلفظ بالخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر العلم ونشر الخير الأخت الكريمة اللي كانت بتسأل على الفستان في الرؤية الفستان لغير المتزوجة قد يكون زوج وللمتزوجة قد يكون ولد أو رزق قادم إن شاء الله أما بالنسبة للأخ الكريم اللي شاهد ثعبان أو زوجته شاهدت ثعبان الثعبان يدل على عدو إن صدقت الرؤية وعن فر إزاي زكاية الرؤية صادقة ولا كاذبة إن صدقت الرؤية فالثعبان يدل على عدو وهذا العدو قد يكون من الإنس أو من الجن إذا كان العدو من الإنس يبقى إنسان حاقد إنسان حاسد ممكن يئذي ويدبر مكائد وممكن ما يئذيش لكن بيكره من على بعد فيظهر في المنام على هيئة هذا الثعبان وحجم الثعبان بيظهر مدى كراهية هذا العدو لصاحب الرؤية وقد يكون من الجن من الجن والعياذ بالله إن يكون جن مصلط عن طريق عمل من أعمال السحر أو مس أو ما شابه ذلك وهذه الأمور بتعالج بقراءة صورة البقرة في البيت هي أفضل وأقوى علاج لمن شك أن لديه حسد أو سحر أو مس أو ما شابه ذلك فعليه أن يقرأ صورة البقرة كاملة في البيت بس يقرأ صورة البقرة كاملة متصلة بدون انقطاع ويكون متوجه للقبلة ويكون على طهارة أو وضوء دي أمور ينبغي مراعاة عند قراءة صورة البقرة بنقول طبعا تفرأ إزاي إذا كانت الرؤية صادقة أو كاذبة هنا قلنا الرؤية كل ما تقترب من صلاة الفجر سواء كانت بالليل قبل الفجر أو بعد الفجر بتكون صادقة أما الرؤية اللي ممكن تشوفها بالنهار فدي أضغاص أحلام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرؤية ثلاث فبشرى من الرحمن وحديث نفس وتخويفه من الشيطان ليحزن به ابن آدم الرؤية الصادقة الحقيقية صاحبها بيقوم متذكر لكل معالمها يعني فكرها كويس ويقدر يحكيها بالتفصيل وبوضوح أما الحلم اللي هو أضغاص الأحلام ده بيكون مشوش يعني الأحداث اللي فيه مشوشة مشوضحة فيقوم الإنسان يحس أن فيه تخليط فيه تخويف فيه نسيان مش مركز ناسي أجزاء من الرؤية اللي شافها يعرف مني دي حلم وملهج تفسير وما فيش منها رسالة كذلك بنقول أن الرؤية الصادقة يقبلها العقل يعني العقل يسدأ الأحداث اللي وقعت فيها أما الحلم أحداثه لا يقبلها العقل ولذلك ذهب رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له رأيت في المنام أن عنقي ضربت فقطعت رأسي وتضحرجت على الأرض فاتجهت نحو رأسي وحملتها ووضعتها فوق رقبتي وما شايت طبعا الكلام ده كلام لا يعقل زي اللي بيحلم أنه بيطير في الهواء برضو لا يعقل يعني ما يقدر مش ممكن يتنفس على أرض الواقع كل المنام اللي فيه حاجة ما نصدقهاش على أرض الواقع يبدأ أضغاص أحلام قالوا أضغاص أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعلمين الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال إذا لعب الشيطان برأس أحدكم وهو نائم فلا يحدثن بذلك أحدا الأخت الكريمة اللي بتسأل هي بتصلي بزميلتها وطبعا أنا بركز على أنهم زميلتها لأن المرأة لا تأم إلا النساء ما ينفعش المرأة تصلي إمام ووراها حد من الرجال فالمرأة تأم النساء فقط فهي الأخت الكريمة بتأم زميلتها في العمل في مسجد العمل المؤسسة اللي هم بيعملوا فيها في صلاة الزهر فبتتكلم عن سجدة التلاوة أن أختنا الكريمة أحيانا بتقرأ آيات فيها سجدة التلاوة طبعا هو مستحب وليس واجب أننا لما يجي لسجدة التلاوة أسجد ولما أسجد سجدة التلاوة بيكون لها أجر عظيم وبقول في سجدة الدلاوة اللهم اكتب لي عندك بها أجرى واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرى وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك ونبيك داود سجد وجهي للذي قلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت وغير ذلك من الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجدة التلاوة أو في السجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي كل هذه الأمور أو سبحانه ربيها الأعلى كما نقول في السجود هذا ليس بواجب يعني إذا ما عملتهاش الصلاة صحيحة وليست باطلة ولكن إذا فعلتها الثواب حيكون أكبر لأن انت بتقتدي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم طيب انت حسيت أن زميلاتك حيتبرجلهم مش عارفين لو انت النية مسبقة عندك قبل ما تدخلي في الصلاة وعارفة أن انت حتقرأي بآيات فيها سجدة يجب عليك أن انت توضحي قبل الصلاة إن شاء الله في الرقعة الأولى هنسجد سجد التلاوة لأن الآيات اللي حقرأها فيها سجدة فكده عرفتيهم قبل الصلاة أو في الرقعة الثانية حيكون عندنا سجد التلاوة حيبقوا انتبهم فيسجدوا معاك سجدة التلاوة علشان ما تسجديش وهم يركعوا أو يحصل برجلة أو لخبطة طيب جالك الآيات خطرت على بالك في الصلاة وانت ما كنتش مهيئة قبلها ولا نبهتي في الحالة دي لو انت حس ان زميلاتك متفقهات في الدين يعني هيعرفوا ويفهموا ان دي سجدة التلاوة مفيش واحدة هتسقف أو تقول سبحان الله وتفكر ان انت انسيتي وسجدتي يعني هم فاهمين ان انت كده بتسجدي سجدة التلاوة وعرف ان هم على قدر من الثقافة توصلهم لكده اسجدي سجدة التلاوة حسيت انه هيحصل لخبطة وانه ما عندهمش الفكر أو العلم اللي يفهمهم ان دي سجدة التلاوة بدون ما يتنبه عليهم قبل الصلاة يبقى الافضل ان انت تتجنبيها والصلاة صحيحة وتكملك رأة وبعدين تركاعي وفي الحالة دي من باب ان دفع المضرة مقدم على جلب المنفعة عندنا قاعدة فقهية بتقول دفع المضرة مقدم على جلب المنفعة من المعلوم ان سجدة التلاوة فيها منفعة وفيها اجر وهي سنة ومستحبة لكن قد تجلب مضرة ان انا حلخبط اللي وراي ممكن اصلا لو حد مش في الصف اللي وراي على طول وبيصلي ورا او مش شايف الامام في الحالة دي ممكن ما يسجدش معاك تركع بس وتظل راكعة وانت ترجع تقوم تكمل كراءة وهي بتقوم على انت بتقول يسمع الله لمنحمدة تلاقي حصل برجلة وحصل لخبطة في الصلاة فيبقى كده جات مضرة مع المنفعة فيبقى انا اسيب المنفعة علشان ادفع المضرة وشبهوها العلماء بان لو انت واقف في مكان وفيه واحد بيهدف لك تفاحة وواحد تاني في نفس الوقت بيلقك بقلب طوب انت حيبه قدامك تصرف من اتنين اما ان انت تاخد التفاحة وتسيب الطوبة تعورك او تتفادى الطوبة وتبعد وتخسر الطفاحة طبعا التصرف الاكثر عقلانية ان انا اتفادى الطوبة واخسر الطفاحة لان دفع المضرة مقدم على جلب المنفعة او ضرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة لكن لو ما كناش في الصلاة وكنا بنقرأ قرآن وجات سجد التلاوة لو الظروف متاحة ان انت تسجدي يعني انت مثلا متوضئة على طهارة ومستقبل القبلة وفيه فرصة ان انت تسجدي في الحالة دي بتسجدي سجدة التلاوة وبعين تقومي تكمل القراءة لكن لو انت مثلا في وسيلة مواصلات او قعد على مكتب زي اللي احنا قاعدين عليه وما تقدرش تسجدي ففي الحالة دي بتتوقفي عن دقاية التلاوة وبتقولي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وبعد كده بنستأنف او نواصل او نكمل القراءة ناخد اتصال من ام محمود وبعدين نكمل ان شاء الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله اهلا بك ام محمود اسفضلي اهلا بس اه كنت عاوز افأل حضرتك سؤال عن عاوز ادود الدخل بتاعي في البيت بس اه يعني عاوز اشوف ما ادحى بقرب اه فامش عارفة يعني ده حرام حاضر حاضر ماش شكرا ناخد اتصال من ام محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اهلا بك ام محمد اسفضلي بقول لحضرتك انا كل ما اشوف رؤية اهلا هو ما بيبقى بيبقاش حلمي بيبقى رؤية كل ما اشوف رؤية لازم تتحقق قدامي تمام لازم لازم اشوف اشوف اه اه تفسيرها قدامي في نفس الاسبوع ونفس الشهر تمام حاضر شكرا نم محمد اه الاخت الكريمة الاستاذة نادية كانت بتسأل عن الانسان اللي كان قعد عليه جاه عليه فترة ما بيصليش وبعد كده ربنا تابع عليه وبدأ يصلي ويواظب على الصلاة يعمل ايه في الصلاة اللي فاتته طبعا احنا عارفين اذا كان سن البلوغ قريب يعني واحد مثلا بلغ سن البلوغ او امرأة او فتاة بلغت سن المحيط وعد عليها سنة او سنتين او هي عارفة القدر اللي هي من وقت البلوغ ما صلتش فيه وبعدين رجعت انتظمت فبتحسبها وتؤديها بقدر استطاعتها لغاية لما تخلصها طب لو هي فترة طويلة وانا ما اقدرش احسبها يبقى في الوقت ده ممكن نعمل حاجتين الحاجة الاولى ان مع كل فريضة اصلي قبلها فريضة تانية والفريضة التانية دي بنية مما علي ان انا بصلي هذه الفريضة مما علي مع كل فريضة واواظب على كده فترة طويلة من الزمن وربنا يجبر هذا النقص باذن الله والحاجة التانية ان انا اواظب على السنن والنوافل والسنن والنوافل دي ربنا سبحانه وتعالى عاملها علشان بيجبر بها ما قد وقع من نقص في الفريضة يعني اذا حفظتي على السنن وغسطة السنن المؤكدة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليهم 12 ركعة اللي يصليهم في اليوم والليلة ربنا يبني له بيت في الجنة او أصر في الجنة لو وظبت عليهم هتبقي لك البيت اللي في الجنة وفي نفس الوقت يجبر بها ما تم وقع من نقص في صلاة الفريضة ناخد اتصال من أم أحمد السلام عليكم السلام عليكم أهلا وسهلا يا أم أحمد عليكم السلام تفضلي السلام عليكم زي كم سيف تحت أمرك تفضلي أهلا بيك لو سمحتي انا جوزي على طول بيحلق طلبات ومن ناحية يعني انا مش حامل من حجة هذا وبدأ أعمالها بيكون حرف عليها طلبات حاضر تمام ماشي شكرا جزيلا يا أم أحمد الأخت دوابة من الأسوان السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله حضرتك أنا تفضلي حضرتك أنا عزيز الماليشي وتؤال في العلاقات الأسرية تفضلي تحت أمر حضرتك أنا أنا تربيت في أسرة والدي متزوج بزوجات أخرى فبس اللي ربتني وكبرتني الحمد لله واللي رعيتني يا والدة الفيدي فعلموني الاستقامة والعلم والتدين لكن حضرتك يا ما كبرت جيت هنا اختلطت باقي الأسرة دايقهم لأنهم ملقوش الفرصة دي أن محدش رعاهم المراعاة دي أو محدش علمهم التعليم ده فحضرتك حس إحساسهم بالغل والحقد بيخليهم دايما يتكلموا في حق بين الناس بالباطل والزور والبهتان هذا تقليل من شاني يعني أنا قاعد ما يستعليهم بالعلم بس هما بيحاولوا يقللوا ده فأنا مش عارف أتعامل معهم وده شيء بيحزنني بيخلينا أنا أقعد أدعي بصراحة وهم عم بدأ أنا بيزعلوا بيشكل أخوي يا شجيقي دي بتدع علينا دي مش عارف ليه كده طب حضرتك يعني أنا أعمل مش من حقهم يقللوا من شاني جدام الناس أو يتحدوا مع أخصومي ضدي ده شيء بيدا يذني أنا فأنا مش عارف أعمل يعني يعني مش عارف علناهم حاضر حجوبك إنساء الله فضلي الأستاذ أحمد السلام عليكم أهلا أترضي عليها السلام عليكم عليكم سكياتس أهلا بيك يا أستاذ أحمد فضل إذا حالك عمشير يا أهلا بيك يا أهلا وسهلا معي أنا بالتخطة توفد واخد بالك من جميع من المعيشي اليوم الله يرحمها ويحسن إليها اللهم أمين يا رب وبعدين في واحد صاحبنا يشاف الرؤية أنه أجم على القبر واخد بالك وهي أمتسعزة في حضوها القبر وإيه بتتعزة بجوه القبر يعني واجب جاء قدام القبر وبيقول ده هي بتتعزة بجوه القبر ماشي حاضر ماشي يا أستاذ أحمد شكرا تفضل شكرا جزيلا بالنسبة للأخت الكريمة اللي كانت بتسأل عن السيدة اللي كانت صائمة وأصبها المرض أثناء نهار رمضان لكنها رفضت الإفطار طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله يحب أن تقتى رخصه كما تقتى عزائمه وإحنا عندنا النفس من المقاصد الخمسة اللي الشريعة الإسلامية أمرت بالحفاظ عليها الشريعة الإسلامية أمرتنا بالحفاظ على خمس حاجات الدين والعقل والنفس والمال والعرض أو الأهل لازم نحافظ على دول فإذا كانت النفس هتتعرض للضرر ويبقى لابد أن أنا أدفع عنها هذا الضرر خاصة إذا كان فيه أحد الأطباء أقرب إن الصيام قد يضر بصاحبه فلو إن فيه طبيب قال إن الصيام ضرر عليك وإنت أصريتي على الصيام هتكوني آثمة لأن ربنا سبحانه وتعالى أعطاك رخصه ومعنى إن أعطاك رخصه إن الله يحب أن تقتى رخصه كما تقتى عزائمه وإن شاء الله بعد أفطر اليوم اللي أنت تعبن فيه وبعد كده اقضي يوم مكان اليوم لكن أنت ما كانش عندك علم وما كانش عندك فكرة عن خطورة هذا الأمر أو الحكمة إذن ربنا سيعفو عنك والصيام صحيح والصيام مقبول ونسأل الله أن يكتب لكم الصحة والعافية إن شاء الله الأخت الكريمة اللي بتسأل عن القرد القرد إذا كان بيجر نفع طبعا هيكون فيه حرمة كل ما جر نفعا فهو ربا بس أنا عايز أقولك على حاجة الولماء أباحهم أخذ القرد في حالة الضرورة القصوى اللي هتدفع الهلاك عن النفس واحد حيموت لو ما عملش عملية جراحية وما فيش طريقة معينة يجيب بيها فلوس إلا القرد مثلا حاجة زي كده اللي يكون فيها هلاك لكن لغير كده علشان أعمل حاجة مثلا مشروع أو احتياجات أو كماليات ده طبعا محر أختنا الكريمة اللي بتقول إن زوجها بيحلف بالطلاق إحنا عايزين نقول له ملعون 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 من حلف بالطلاق أو حلف به أو كما قال صلى الله عليه وسلم وإن يمين الطلاق يهتز له عرش الرحمن غضبا على صاحبه سواء كان صادقا أو كاذبا ويجب إن هي تنتبه إذا كان يمين الطلاق اتحلف مرة وقع والتانية وقع يبقى المرة التالتة لازم يكون فيه وقفة تشوف إذا كان طلاق سني ولا طلاق بدعي والطلاق السني أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجمعها فيه نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وإن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته